السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدرين أخواتي لبس عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم اليوم فيديو جديد ودائما مع الجديد اليوم فطائر غزالة شاه هو منها تعجبكم عمركم ما ستتخاب بها اكيد انكم اذا جربتوا ما ستستغنوا عليها جميلة جدا ستعجبوا وليداتكم كانت من الفيديوين الاعجاب ديالكم نمرو كامال عادة باش نتعرفوا على الطريقة وعلى المكونات كذلك بالنسبة الاول شيء في المكونات كانحتاجوا واحد الكاس ديال الماء المكونات اللي غنعطيكم دابا كيخرجوا ينات سعود ديال الحبات كبار كاس ديال العنبة ديال الماء كانحتاجوا معه كاس عنب ولا كاس شيء على حسب مهم عبرونتومة بنفس الكاس كانديروا معه مع القاة صغيرة ديال خميرة حبوب كم مشته من بعد كنضيفو كنخلطو الخميرة مع الماء لما بحرارات المطبخ او دافي من بعد كنضيفو بيضا كنضيفو نصف ملعقة ديال السكر وكنضيفو الطحين كيما كتلاحظو معي راني عبرتو لكم بالكوؤوس كنحتاجو تلاتة الكوؤوس ديال الطحين كنخلطو كنديرو الملح وتنخلطو كل شيء جانبا وضعت الطحين حدايا ما ربانا يخصني شوية على حسب البيض ساعة ما خصنيش لان البيضة اللي كانت كبيرة اكيد غا تديلك شوية تطقيق ولكن ما خصنيش يعني جاء هو هدك ثلاثة الكوؤوس اللي عبرتو بيهم الماء هما اللي تعبروا بيهم الطحين واستعملوه كندلكو العجينة ديالنا كنحاولو نجمعوها وكندلكوها مزيان حتى كنحسو بلي العجينة واللي تطرية حطوها على السطح العمل وندلكوها ما خاسر يوالو هندلكو لنديرو العجانة اللي بغا تدير العجانة تدير العجانة ونعطيوها فدليك مزيان صافي من بعد ان شاء الله غادي نجمعوها بالنسبة الاخوات بزا بسولوني الى المقادير ما كنحطهمش ارا غيري لا نسيت هنا ما ساليتش لانا نهاد الايام ما كان ساليتش نهائيا بحكم العمل فاهمة كما كتشوفو ذهنتها بشوية ديال زيت الزيتون وغادي نخليها كتختامر ان شاء الله لمدة 30 30 دقيقة 20-30 دقيقة يعني كتطلعها شوية ما نحتاجوش ان نخلي واتا يضاعف الحجم ديالها يعني غير شوية فقط وتنخدمو بيها كما شو نخلي ترتحت شوية فغادي ناخدو العجينة ديال الندابة وغادي نحاول انني نحضر منها تسعود ديال الكورات هاد طاي اللي درت انا هاكا تجي كبيرة تقدرون انتم تصغروها تجيكم احسن فكن حاولوا نعملوا منها كويرة صغار اللي غادي يكونوا ان شاء الله قياس واحد باش طاوة تجينا مقادة تنغلفوا الطاوة ديالنا بورق الزبدة او لا غير كندهنوا الطاوة ماشي ضروري اننا نغلفوها غير ندهنوها بشوية الزيت ولا شوية ديال الزبدة تفادي الارتساق وسنحطو عليها الكورات اللي ديجا احنا يعملناهم كما تلكم يكونوا قياس واحد من بعد ما كان نكمل الكورات كاملين دا بسنهزوا الكورات وكان بدون نبسطو فيهم غادي نبسطوها بها الطريقة وغادي نحاولوا نعود ونرجعوها عاود لطاوة ديالنا كل شيء يعني نقدرون نبسطوهم مست الطاوة ولا بالاحسن انكم تبسطوها وترجعوها ديروها في سطح العمل وترجعوها لطاوة ديالكم غادي نستمر حتى نكمل كل شيء كما كتشوفوا معي نقرس الكورات كاملين من بعد كما اشتو الكورات ديالنا غادي نخليهم كيرتاحوا وغادي ندوزوا باش نحضروا الطبقة التانية اللي هي غادي تكون بالبطاطس عندي ثلاثة ديال البطاطات مسلوقين وخليتهم حتى بردوا كنوضعهم من بعد كنزيد لهم واحد زوج ديال بصلات يكونهم بشلدين كنضيف ليهم شوية ديال الموزاريلا غير واحد شوية تقريبا واحد ثلاثين حسد ربعين جرام ديال الموزاريلا او فروماج ايدام الاحمر لحساب اللي عندكم انتم متقدرو تخدمو به كنحاولو نبشروه اولا نحكوه من بعد كنديرو شوية ديال الملحة شوية ديال البزار وكنقومو بخلط المكونات ديالنا كاملين كنحاولو المعسوها ديك البطاطا حتى كتعجن باش كتجمع لنا الخالط ديالنا تقدرو تديرو ديك المغرفة الكبيرة اللي كي اجنو بها هكا كتعجن لنا البطاطس هي خاصة بالبطاطس تقدرو تستعملوها تقدرو تستعملو يديكم تقدرو تستعملو الفرشات المهم اهم حاجة ان البطاطا او لهذا الخالط خاصو يتجمع بهذا الشكل هذا صافي وتنوضعوه جانبا من بعد كندوزو للبطيبطات ديالنا وللخبيزة ديالنا وكنحاولو اننا نعمروهم تنهزو ملعقة حتى الجوج ديال ذاك الخالط المهم حتى هو كنقسموه على تسعود تقدرو اخواتي تديرو العطرية ديالكم كاملة تديرو هالبطاطس هو ما كيحتاش لانا كتجي بنينة غير بلما نحاول بزار كتجي غزالة فكنحاولو نبسطو ذيك الحشوة بهات الشكل هادا كممشتو القرات كاملين نحاولو نعطيوهم تاهمة واحد الشكل يكون دائري باش ملكة طيب هكا ما تيبانش لنا واش يعني عامره فالوجه ديالك يكون مدرق انتو ما عدي تشوفو كيفاش فهنا كنقدم زيان البطاطس ديالنا فوق من هاد البريوش هادا من بعد كناخدو اصفر البيض وكندهنو الفطائر ديالنا بالكامل ما غادي تخلطو معا احتشي حاجة غادي ناخدو اصفر بيض بوحدو او لا تقدروا تديرو بيضة واحدة انا كنركزها الاصفر لانه كيعطيو واحد اللون جميل الفطائر ديالنا فهنا كنمشو من بعد ما غادي نكمل الدهين ديال هاد الخبيزات كاملين باصفر البيض غادي نخليهم كيرتاحوا واحد خمسة شر دقيقة فقط العجينة ما كتبغيش تقلس بزاف تخمر بزاف لا غير شوية انا كنمشو درنا بما فوق منهم الفروماج ديال الموزاريل كذلك غادي نعمروهم كاملين بالفرماج غادي نخليوا الفطائر ديالنا هنوضعوهم وتنخليوهم حتى كيختامروا شوية تقريبا كيما كتلكم خمسة شر دقيقة وغادي نرجعو لهم هنوضعو 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 ما خليتهم كيرتاحو واحد خمسة شر دقيقة كنديروا الفرن ديالنا يسخن على درجة الحرارة مية وتمانين درجة وكندخلوا الفطائر ديالنا كيطيبو تنخليوهم من مدة خمسة شر دقيقة طبيعة الحال فرن يكون ديجا سخون وتنخليوهم تتحمرو اللي عندها المرواحة تخدم المرواحة كيجيو غزالين فطائر ديالنا ههوما كيما كتشوفوا كيجيو هات الشكل اللون ديالهم غزال كذلك حتى لعجينا غزالة وشوفوا الشكل ديالهم كنتمنى الفيديو ديالي وما يكون الاعجاب ديالكم متلساوش جامل الفيديو تخليولي اتعاليقكم محفزة جميلة بحالكم وشا نقول لكم بسلام عليكم تلقوا فيديو اخر بسلام عليكم